بداية أحب أشكر سارة والمنظمين لهذه الورشة الهمة بإعطاء شبكة المنظمات الأهلية الفرصة لتحدث عن التحديات التي واجهتهم وما زالت خلال فترة جائحة الكورونا كوفيد 19 بشكل عام كون أن المنظمات المجتمع المدني تعمل في عدة قطاعات ومجالات مختلفة سواء في المجال الزراعي أو الصحي أو التعليمي وحقوق الإنسان والبعد التنموي وبالتالي نستطيع أن نلخص هذه التحديات بالنقاط التالية إذا أردنا أن بداية جائحة الكورونا كان لها متطلبات ومستلزمات عالية من حيث توفير المواد وتوفير المواد الواقية كان من الصعوبة بمكان مؤسسات المجتمع المدني بتخصصاتها المختلفة وتحديدا المنظمات الصحية بتوفير هذه الملابس الواقية ولأنه هنا كان بسبب ارتفاع أسعارها أولا وبسبب فقدانها بالسوق تانيا أيضا من التحديات الكبيرة أيضا لمواجهة الكورونا هي التمويل الذي يتم للمنظمات الأهلية غالبية التمويل وكلنا نعرف توجهها إلى القطاع الرسمي وتحديدا للمنظمات الصحية أو الزراعية وغيرها والتعليم لكي يواجه الموضوع على مستوى الحكومة مما قلص فرصة حصول المؤسسات الأهلية على التمويل بشكل عام لكي تستمر في خدماتها حيث من المعروف أن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني تتعرض إلى تضييق المساحة من مستوى العالم وتحديدا من اللوبي الصهيوني الذي يقوم بالتحريض ضد مؤسسات المجتمع المدني بما فيها شبكة المنظمات الأهلية والمؤسسات المنظوية في إطارها أيضا من التحديات التي تواجه واجهة مؤسسات المجتمع المدني قدرتها على استدامة خدماتها وتحديدا في فترة الإغلاقات وفي فترة الإغلاق الشامل مؤسسات المجتمع المدني كانت نديجة انتصاقها في الجماهير وفي المناطق المصنفجين ومنطقة الأجتو يعني غالبية من يقدم خدمات في هذه المناطق هم مؤسسات المجتمع المدني كان هناك صعوبة بمكان أن نصل إلى المراكز سواء العيادات المترقلة أو القطاع الزراعي أن يصل إلى هذه المواقع لكي يخدم هذه الفئات كانت هناك دور لمؤسسات المجتمع المدني أن تضع كل جهودها في إطار الوصول واستمرار الخدمات فاستمرت في العيادات المتنقلة واستمرت في تقديم الخدمات في ظل إغلاق مراكز الرعاية الصحية الأولية من قبل وزارة الصحة الفلسطينية وإبقاء بعض الخدمات المتواضعة للمأمراض المزمنة وتوزيع الأدوية لهم بشكل عام خلال فترة كوفيد وما زالت من المعروف أن صفقة القرن وسياسة ضم والتهوسع بدت تأخذ تطبيقاتها على الأرض فعانت مؤسسات المجتمع المدني من القطاع الزراعي وغير من انتهاكات للمستوطنين المواطنين تعرضوا أيضاً لانتهاكات وزادت نسبة الانتهاكات ضد المواطنين وبالتالي هذا كان عبء على مؤسسات حقوق الإنسان في توثيق الانتهاكات ورفعها إلى الجهات المختصة وأيضاً كانت عبء على المؤسسات الزراعية التي تقوم باستصلاح الأراضي في المناطق المهمشة والبعيدة والفقيرة فمنهم تعرضوا إلى قمع من أليات الاحتلال ومصادر الأدوات الزراعية والعربات التي يقوموا بها أو منعهم من دخول إلى المناطق الزراعية هذا شكل من الأشكال ولكن المجتمع الفلسطيني برمته تعرض وتعرض بورتيرة عالية إلى الانتهاكات سواء العمال أو على الحواجز أو في التنقل للقدس أو القدوم من غزة كل هذه كانت نستطيع القول أنها زادت هذه الانتهاكات بدرجة أعلى من الفترات السابقة إذا أردنا أن نتحدث عن الحريات ووقف قانون الطوارئ في كوفيد تأثرت حريات الرأي بقانون الطوارئ وهناك كانت تفعيل قانون الجرائم الألكترونية وملاحقة للمعبرين عن الرأي من خلال قمع مسيرات قام فيها تحركات شعبية ومؤسسات مجتمع مدني ولحظنا قمع لمثل هذه التظاهرات ومثل الحراك ضد الفساد مثل الاحتجاج على قانون حماية الأسرة من العنف بالمقابل عندما كان هناك تضامن من أجل صفقة القرن كان هناك حشد واسع لمية كان مسموح لهم أن يكون بشكل عام ما زالت مؤسسات المجتمع المدني تعاني من نقص المعلومات ومن عدم إقرار قانون نشر المعلومات وهذا كان له تأثير في آليات الاستجابة من قبل مؤسسات المجتمع المدني العلاقة مع الحكومة خلال فترة الكوفيد وما زالت نعتبرها يعني هناك استشارات ونقاشات ما بين الحكومة وما بين مؤسسات المجتمع المدني أنها تبقى في إطار الاستشارة في الخطط وفي الأولويات ولكن ليس في التنفيذ أو في تقاسم الموارد بشكل عام وهناك الكثير ما نستطيع أن نضيفه إلا أن الوقت لا يسمح أشكركم لا استماعكم ترجمة نانسي قنقر